مرساكم الله بالخير حاليا انا واصل محل فالكن ووكيل دي جي اي بالكويت خلنشوف شن عنده المحل هو وكيل معتمد حق طيارات الدرون هذي المشهورين من دي جي اي وايضا نعرفه بهذا القمبل مثبت مانع اهتزاز للتصوير للتليفونات وفيه كاميرا بعد الاتبية حاليا راح اتفره ووريكم شنو انواع الطيارات الدرون اللي موجودة عندهم نبدأ من اصغر طيارة دي جي اي هذي هي سبارك سعرها 169 هذا حجمها الطيارة تصور بوضوح فل اجديد 12 ميجابيكسل هذا هو حجمها الطير تقريبا 16 دقيقة مسافة 100 متر تشوك على الويروس الحلو بهذه الطيارة انه فيها من تحت سنزر هذا السنزر تحط ايدك تحتها تنزل على ايدك وايضا انت تقدر تسوي لها اشارات بايدك تحركها يميل يسار بدون الرماط وتقدر تخليها تلحق ويك تلحقك انت راح تحصلوا له اكسورات مثل هذي حماية من الشفرات المروحة وايضا في عندهم رموت هذا هو الرموت للتحكم عن بولتهم الطيارة الثانية هي طيارة مابك برو هذي هي الطيارة حجمها اكبر شوية وهذه الطيارة هي معها رموت تتركبها على جهازك بهذه الطريقة هذي الطيارة سعرها 340 تطير 27 دقيقة مسافة 7 كيلومتر تصور نظام 4K وحق التخزين تصير اصغر تقدر تسكرها بالكامل بعدها اتي طيارة الفانتوم فور ترو سعرها 520 دينار بهالشكل هذي الطير نصف ساعة 7 كيلومتر تصور 4K وكاميراتها 20 ميجا بيكسل ومعها رموت بهالشكل تشبك عن طريق الجي في اس وتقدر تحدث لها مكان تقول لها رجع الي مكاني اهي ترجع بروح على المكان اللي انت فيه بعدها اتيها الطيارة ب 610 دينار هذي نفسها الفانتوم فور برو بس هالمرة الرموت مالها او هو في شاشة اندرويد كاملة ما تحتاج تليفونك هذا هو النظام الجي في اس اللي تكلمت عنه مثل ما قلت لكم راح تحدد له المكان اللي انت فيه هو يحدد بروحه وتقول له رجع الي الطيارة كل الطيارات هذي تقدر تحكم فيها التليفونك او من خلال الرموت الرموت افضل ولكن يصير بالتليفونك وحتى لما تصورت تليفونك تقدر تتحكم بأدادات الكاميرا فتحت العدسة الايز وكانها كاميرا احتراف هذا القنبل اللي حطيت لكم ياه بالبداية تتبت تليفونك هني راح يمنع الاحتزاز ما تتحرك الكاميرا نهائيا هذا سعره ب 100 دينار وتقدر تتبته على هويهك او على شخص او على شي مايا ورح يلحقه بالتصوير هذا هو النوع الثاني الكاميرا منه وفيه وينقل الصورة والفيديو لالتليفون وفيه ميكروفون خارجي وتقدر تتبه التليفون وتشوف التصوير الشركة دي جي اي اللي شفناهم الطيارات للتصوير معروفة انه هي احسن شركات حق انتاج هذي الطيارات وموجودة عندهم نظارة الفي ار الخاصة بهذه الطيارات يعني راح تلبس النظارة وتشوف اللي تشوفها بالطيارة هذه الطيارة سعرها 60 دينار هذه هي تصور 480 ويهي معها هالروموت مع شاشة هذه ماركة ثانية اعتقد انه صينية جيمبل تتبت التليفون والكاميرات الصغيرة بعدها وعندهم اللي اكبر منها اللي هي هذي التبت كاميرات الدي اس الار الكاميرات الكبيرة بميتين وعشرة السوارات اللي موجودة ما تخلص هذي فلاتر حق التصوير ميموري استي وحني فيه تلبيسات كافرات حق الرماطرات اللي موجودة هذا التصوير باستخدام الفانتوم فور برو اتوقع اسعارهم مبعدة عن اسعار الانترنت بالاضافة انه يعظونكم كفالة وعندهم ورشة صيانة رحلة بشكل تسمى ممنوع عندك داخل صحيح سلام عليكم الله يعافي كل القطع موجودة حتى مركز صيانة مبين انه كبير يعني كل شيء موجود هذي القطع اللي تركب فوق الرموت عشان تمنع اشاعة الشمس تقدر تشوف برا وعندهم قروبات واتساب حق التصوير بانواع الكاميرات يحطون لسئلة استفسارات فيديوات اللي الناس صورتها تقدرون تشوفها وكانهم بالضجيج مجمع الواحة حين رح صور لكم الكرت في كل البيانات تقدرون تطلبون انستجرام واتساب وبالموقع صور شاشة هذي الماركات الثانية عندهم عقل تصوير وهذه بدون تصوير حق اللعب سعرها 10 دانير مع الرموت مالح